وبصراحة قد يكون في الحقيقة ما فيه الشركة ينفع تكون بعدد كبير من الناس في مشروعات ضخمة باللي انتم اشتغلتوا فيها بالحجم دوت الا ما يكون فعلا فيه تناغب ما بين المجمع كلها. حتى لو كان فيه في النص حاجات بسيطة. لا انا الحتة دي انت اتأخرت بها انت عمدت بها لكن في انها النتيجة تبقى كلها كويسة جدا محمد لله. الموضوع الموضوع بقى بتاع البيا اي ام وان انتم اوصلوا الليفلز اللي انا شفتها. لما احنا شفتها. في الاخر او في الاول اللي عملتونا للمبنى كله تعلمات حف دوت. بصراحة يعني حاجة مبهرة بالنسبة لي. يعني انا ما اتصورش ان يبقى فيه مجموعة طلبة. اه لسه بيدرسوا او منهم ناس يدوقت لسه متخرجين سنة او كا. يكونوا عرفوا يوصلوا لهزا المستوى من الاداة في الحاجات دي كده. وخصونا مش بتكلم على ناس عندهم خبرة قديمة يقولون يعملوا كذا وكذا. لا ده فريق كله يعتبر جديد مع بعض وفعل مع من المهندس كمال ومع ربنا يوفقكم دايما ان شاء الله وتعليموا ناس كديرة برضو كده بازن الله دايما كلكم. لكن بصراحة الاداء كان هاي البقى النسبة لي يعني. انا سعيد جدا انا شوف المجموعة بالاداء اللي انت قمتم بيه دوت. وسعيد انا شوف يعني نيتو بدا وصلوا لحاجات. احنا كنا يعني بنتكلم عليها كده كأنها حاجات ان شاء الله في المستقبل الممكن. انتو وصلتو لها دي وقت ما شاء الله. انا ما حضرتش كل بريزنتيشن. حضرت جزء منها. لكن انتو كلمتو انتو وصلتو لحد ما وصلتو بالمودريم لحد الفاسيليتي ما نجمت. ودي بقولك انا يعني احنا كنا بنتكلم عليها سامانا نديك حاجة ايه ان شاء الله في المستوى هنعمل كاميرا. بقى دلوقتي بتتعمل. ودلوقتي بقى ما شاء عظمتو درستو اديك و بتعملو حاجة زي كده هوت. وبقى عندوكو كل برامج بالامكانيات تنتعملو كاميرا. ربنا افوكو دايما ان شاء الله اعتقد انتو يعني الفيبرو دي ان شاء الله مش هتنزو اعتقد يعني بيزناني.